طيب أنا يعني دايماً بحب أدخل سخني كده على طول يعني نتكلم في صلب الموضوع مرة واحدة مع أننا احنا تناولنا القصة دي أكتر من مرة على مدار الفترة اللي فاتت لكن بما أن فيه توقف دولي ما بيبقاش فيه أخبار كتير جداً على الأندية فبالتالي بعض المواقع بتبقى مركزة بالتحديد مع النادي الأهلي بخصوص إيه؟ بخصوص أن الأهلي الدنيا مستقرة الأهلي كذبان الزمالي الخمسة كذبان البنك واحد كذبان إسماعيلي أربعة ومفيش انطلاقة ولا أحلى ولا أجمل من كده في بطولة الدوري فلازم يا جماعة نشوف الأخبار يعني لازم نعمل أي حاجة نعمل إيه بقى؟ تعال نتكلم على فلندا مشي فلندا عايز يمشي فلندا موسمان يفتقر على رحيله بل كمان فيه ناس بعد لعيب بعيته خلاص مشيته من الأهل زي المثال اللي أنا حوره لكم دلوقتي الزملاء في اليوم السابع بكين اليوم كل التقدير والاحترام ويعني تقريبا معظمهم صحاب يعني تمام؟ لكن نزلوا خبر غريب قوي انبارح كده عمال أقلب بعد ما روحت من الحلقة بتاعت انبارح فلقيت الخبر اللي حراركم شايفينه ده بيقولك إيه بقى؟ أرقام أليو ديانج مع الأهل بعنوان إيه؟ إيه هو العنوان؟ قالك ماذا قدم الدبابة المالية أليو ديانج مع الأهل قبل اقتراب رحيله اللي هو خلاص يعني تم الاستقرار على رحيل ديانج يعني الأهل قبل استفاوض وباع واتفق وبيجيبوا بقى إيه حصائيات ديانج وأرقاموا وكل الكلام من ده هم اللي باعوا ديانج مش الأهل هم اللي حينضوا عقود بيع ديانج مش الأهل هم اللي حيكرروا بيع ديانج مش الأهل طبعاً همش مختلفين على إمكانيات ديانج العظيمة لعيب كبير جداً ومش مختلفين إنه هو يقدر يلعب في أقوى فرقة في العالم أي واحد متابع جيد للنادي الأهل واللي ديانج يعرف إن الإمكانيات اللي عيب ده إنه هو يلعب عادي في أوروبا يعني فيش أي مشكلة خالص لكن مش معنى كده إن الناس تاخد قرارات للنادي الأهل أو للناس تقولك أخبار مش حقيقية إن ديانج خلاص مشي من نادي الأهل وإنه اقترب من الرحيل على النادي الأهل ده كلام غير حقيقي بالمرة والأهل لم يستقر على بيع ديانج طب أديك الأسخم من كده ما فيش أي عرض رسمي جل النادي الأهلي بخصوص ديانج أو حتى بخصوص أي لعب أنا الكلام ده قلته مبارح وقلته أول مبارح وقلته كذا مرة وبأكده على حضراتكم تاني النهاردة وبأكده على الزملاء في مختلف المواقع ما فيش أي عرض رسمي وفيش ورقة مكتوبة جت للنادي الأهلي بخصوص أليو ديانج خالص ولا بخصوص أي لعب الناس هتقول لك أفشا الناس هتقول لك وأنا عامل فكرة النهاردة في الحلقة بالمناسبة في تريند الأهلي جايب لكم كم هائل هائل من الأخبار اللي بتتكلم على رحيل لعب الأهل تقريبا ماشي القايمة كلها ما بين بقى لعب عايز همشي ولعب عايز يطلع أعارة ولعب ماشي خلاص وكلام منت يعني حاجة غريبة بالنسبة لي بصراحة وممكن استغراب ما يكونش كبير أوي لأن احنا في فترة توقف دولي فما فيش أخبار ولازم كل يوم أطلع أخبار على الأهلي وعلى الزمالك وعلى الفرق الكبيرة دي لازم يبقى فيه شغل يعني وما فيش مشكلة أن الناس تشتغل بس لازم يكون المعلومة صحيحة ومؤكدة فأنا معرفش والله من الصحفي اللي كتب ده في اليوم السابع كان من الاحترام يعني موقع كبير جدا طبعا لكن معرفش من الزميل اللي كتب الخبر ده لكن أنا بقوله الكلام ده مش صح وبأكد على حضراتكم الكلام ده مش حقيقي بالمرأة تعال بقى شوف الأرقام اللي هو كتبها لك لأن الكاتب حتى الأرقام غلط ما دي برضو جزئية ماينفعش نخفالها لما نتكلم على شغل وجانب مهني فلازم يبقى الكلام صح قال لك إيه قال لك ديانج جاب خمس بطولات مع الأهلي واحد سوبر أفريك واحد دوري المصري واحد كاس مصر واحد دوري أبطال أفريكيا واحد كاس سوبر المحلي طيب أنت بقى كمشاهد أدي رقم واحد وكصحفي في الموقع ده رقم اثنين ما تعرفش أني ديانج خد دوري أبطال أفريكيا مرة تهم مع النادي الأهلي ولا دوري أبطال أفريكيا بتتحسب في المباراة الأخيرة بس على أساس أني مثلا ديانج ملعبش مباراة الزمالك في النهاء القرن بتاع القادية ممكن علشان كان عنده كورونا ومش مهمة بقيت البطولة خالص فبالتالي هو ما خدش البطولة دي وخد بس المطش اللي لعبه مع الأهلي مع كايزر شيفز في النهائي بتاع العشرة فبالتالي هي البطولة دي تحسب له فحتى لما نيجي نركب نكتب الأرقام نكتبها صح الإحصائيات نكتبها صح ما يبقاش بالمنظر ده ما يبقاش بالشكل المغلوط ده فديانج جاواخد بالمناسبة اتنين دوري عبطال أفريقيا بالمرة بقى بما إن أصلا الخبر غلط لكن كمان الإحصائيات غلط ده إن ده اللي يدل على إيه يدل على إيه يدل إن في البعض بيحاول يستنتج وده جزء من الشغلاء أنا أستندك الخبر مين متقلق دلوقتي في الآهل مين لعب جمد أو أجمد لعب في نص وسط أفريقيا كلها في المركز ده مين هو ديانج من غير ما تفكر هو ديانج طبعا الرجل ده ماشي بشكل كويس أكيد حيجي له عروض ده استنتج منطقي بالمنظم أكيد حيجي له عروض فنسبة أنا ده في عرض وخلاص اقترب من الرحيل فقولك أرقام حتى روح منازل الأرقام غلط لأن أنا معرفش بقى دي صربعة ولا بتتحسي بإيه لكن ما فيش أمانة بنسبة كبيرة جدا في الخبر مش بشك كفاء حد طبعا لكن هو لمجرد أن أنت عايز تملى أخبار يعني كامل احترام والتقديج لهم كلهم يعني لكن في نفس الوقت لازم يبقى فيها جماعة معلومة مؤكدة عشان ننشرها عشان الناس تسدها هالمعلومة مؤكدة لن بقول لحضراتكم ديانج لحد دلوقتي ما جالوش أي عرض ولو جي أي عرض لديانج ما اعتقدش ما اعتقدش لأنه ده قرار طبعا النادي في الأول وفي الأخر لكن أقول لحضراتكم توقع لقرية المشهد والأمور وداخل النادي الأهلي ما اعتقدش خالص أنه حيتم بيع ديانج وقد يكون التفكير في بيعه مع نهاية الموسم في السيف لأنه حيكون فيه بطولة المعافرقية ومع منتخب مالي لعيب أساسي ممكن يتقلق بشكل كبير فيجيله عروض الأهلي حيعمل إيه سعيتها حيفكر في مصلحة النادي ومصلحة اللاعب وحيشوف إيه الأنسب لو عرض مناسب قوي جدا ربما ربما يوافق النادي الأهلي الله أعلم سعيتها إيه اللي هيحصل فأنا حبيت أبتدي بالجزئية دي لأن الموضوع ده شوية بقى فيه مبالغة وبقى فيه أخبار كتير جدا جدا في الجانب ده تحديدا فأنا قلت أقول لحضراتكم المعلومة المؤكدة في موضوع دي